معظمنا بيخاف يتغير بيخاف يتغير عشان هيكون مختلفة أو عشان هيطلع بره ممتطر لوحة بتاعتم أو عشان التغيير بقى صعبة علينا أو عشان نظرة اللي حوالينا أعمل إيه عشان أغير نفسي للأحسن بكل فسادة أنا أمنية كلنا بنروح نتفرج على فيديو محفز وبعدها بخمس دقايق بنو بقى عايزين نتكسر الدنيا إنجازات وأهداف وبعدين فجأة بنبقى عايزين ننام هم خمس دقايق حماس وبعدين ننام جامد قوي 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 وبنتغيرش بعدها الله الله فيه نوعين من التغيير فيه تغيير بنحبه زي إننا ننزل نغير جو وزي تغيير بالهدوم ونشتري هدوم جديدة وإننا نغير في قتلتنا ومش كل مرة هنطلب نفس المينيو وتغيير الموبايل لنوع أحسن وفيه تغيير بنكرهه تغيير نظام نومنا تغيير نظام القتل والروتين وتغيير طرق المذاكرة بيجلنا كمية كسل وبعدين نتقرأ الله ونخش النام نعمل إيه؟ الله فيه إيه لا هيحسن النامي إننا لله وإنا لا يرجعون أبو الصلاة خلاننا متفقين عشان نتغير مش هنتورج على الفيديوز محفزة وكل الحاجات دي عشان ده أي كلام ولا بيعمل أي حاجة التغيير مش هيجي من كده التغيير بيجي من جوانا من طريق التفكيرنا للحاجات اللي حوالينا يعني إيه الفرق ما بين حد ناجح وحد فاشل من طريقة التفكير والتعامل درانة تفكيرنا بدل ما ناخد المعلومات من السوشيال ميديا أو من أماكن غير معروفة أو فيديوز محفزة ممكن أخدها من كتب أو تجارب شخصية الناس طريقتين في التفكير مختلفين بدل ما تحط في الظروف صعبة وأعود عيّة واشكي وابكي ممكن نبص على الحاجات دي بدوافع بدل ما عيش دول الضحايا وحس نتغير ده ما لهوش لازمة هتعيش وتحس بأسف على نفسك فأعود على جنب وعيّة لوحدك مفيش حاجة سماعة أنا تغير في يوم أو دلوقتي التغيير بياخد وقت ووقتي كبير جدا حتى تغيير موسم الجو بتاخد شهور وإنتوا عايزين تناموا تسحط لو نفسكم حياتكم بقت بمي والأهداف اتحققت دهناك أحاش حاجة بجد إننا عايزين كل حاجة هلحين وده برضو بيخلينا نكسق عشان مش هنقدر نستنى لحد ما نشوف نتيجة واضحة فنكمل في الكمفرد زون ونريح بق ها طريق السلام انتر سلام دماغنا دي خداعة جدا كل يوم لما بحاول أصحى بدري تقول لي أنت تعبتي كملي نوم بدل ما أخش نام خفيفة ما تدربيلي كبار شوكولاتة شاكلك هفتان قوي فعشان دماغنا بتضحك علينا كلنا إحنا برضو لازم نضحك عليها بدل كملي نوم أنت تعبتي ممكن نقول لأ أنت تستهلي تعيشي حياة من الزمن وتصحي بدري بدل ما تكافئ نفسك بأكل لأ أنت تستعقق جسمك يكون جميل ممكن بفلوس الأوردر ده نشترك بيهم في الرياضة بنحبها وده تكنيك إزاي تتحكي علي المائك انت اللي إيه البيئة اللي حوالينا بتفرق كلنا عندنا ناس في حياتنا لو بدأنا مثلا في حاجة زي ضايت أو بدأنا نقرب من ربنا بيفشلونا ويكسلونا أنت هتعمل لي فيها شيخ؟ أنت نفكر نفسك هتكمل وفيه نوع أسوأ لو حاولت تتغير بيعيرك بعدتك القديمة وفيه نوع بقى أسوأ من الأسوأ اللي هم لو حاولت تتغير هيشككوك في تغييرك ده ويعدبوك يسطن تتغيرت ليه؟ أنت نسيت نفسك ولا ليه؟ بتحس اللي هو تغييرك حاجة غلط ده كله قادر يخليك ما تتحركش حاجة فياريت قبل ما ناخد خطوة في التغيير ننفض علاقاتنا الاجتماعية ونخلص الأفكار الغريبة اللي في دماغنا عشان نبدأ على مضافة ده طلع منها كمية طراب رهيبة مهما لا تكلمتم غير يتكلم في فيديوهات ممكن برضو ما نتغيرش مش عشان حاجة عشان احنا أخيرنا نقول عوامل تساعدك مش مهمتنا نقومك فدي مهمتكم انتم تغيير الداخلي دايما بييجي من حاجة بنخاف منها أو مشاعر ضخمة ليه اللي بيشتغل شغل مميل اللي لسه مكمل فيه عشان خايف لو خسر الشغل ده يمد إيده للي حوالينا ليه احنا بنذاكر عشان خايفين نسقط ليه بنطور من نفسنا وإحنا صغيرين عشان خايفين لما نتبر دماغنا بتستوعبش كم المعلمات ويبقى صعب اننا نتطور وهيكون فات وقت كبير كل الحاجات دي هي اللي بتحرك بتخلينا نعمل حاجات مش بنطقها بس لو غيرنا عقليتنا والبيئة اللي حوالينا هنعرف نتغير رسالتي من الفيديو ده من حقك تتغير ومن حقك تحسن من نفسك وما تخليش اللي حواليك يوقفوك خلي دايما جنبك ناس تسندك خد الخطوة ما تفكرش في أي حاجة تانية وبس كده منش اللي حد بتحبوه ناين تتغيروا مع بعض لحاجات حلوة وأحسن ونشجعوا بعض وشاركوا الفيديو ده عشان الناس اللي بتكسر مقدفكم تتهد شوية ولو عجبكم الفيديو لايك وتابعوني بحبكو قوي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة